المعارك في محافظة صعدة تعود إلى الواجهة من جديد فقد أفادت الأنباء الواردة من هناك بأن قوات الجيش الوطني بدأت منذ الاثنين عملية عسكرية في مدرية شدة الواقعة إلى الغرب من محافظة صعدة وبهذه الخطوة يفتح الجيش جبهة خامسة في إطار عملية استعادة هذه المحافظة من الميليشيا الإنقلابية منذ أن بدأت العمليات البرية الواسعة النطاق في هذه المحافظة قبل أكثر من عام تقريبا وفور بدء العملية العسكرية في شدة سجل الجيش الوطني انهيارا متسارعا وفرارا لعناصر الميليشيا من مواقعها وترك أسلحتها التي وقعت في أيدي مقاتليه بالإضافة إلى الخسائر التي لحقت بصفوف الميليشيا فيما لا تزال العملية مستمرة في شدة في إطار خطة للوصول إلى مدرية رازح الجبلية قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد بن عبدالله العجابي أوضح في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة بأن قواته مسنودة من التحالف أطلقت عملية عسكرية لتحرير مديرية شدة وتمكنت خلال الساعة الأولى من تحرير قرية الحصامة وجبال كعب الجابر وفي سياق متصل عقد قائد القوات المشتركة الأمير الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز والناطق باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي لقاءات مع عدد من مشايخ محافظة صعدة قائد القوات المشتركة وتم الإعلان عنها سابقا وكذلك مع شيوخ القبائل ومع أبناء صعدة الشرفاء بالداخل اليمن العقيد المالكي أوضح خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من هؤلاء المشايخ أن اجتماع قائد القوات المشتركة مع مشايخ صعدة تم فيه وضع الإطار العام لعمليات التحرير ومناقشت آلية التواصل مع القوات المشتركة وأكد المالكي أن الاجتماعات ستستمر مع أبناء ومشايخ محافظة صعدة ويبدي المراقبون قلقا إزاء الترتيبات المفصلة التي تنجزها المملكة مع المكونات اليمنية في إطار معركة يفترض أنها تأتي لمساندة السلطة الشرعية وتقوية دور ونفوذ الدولة اليمنية ترجمة نانسي قنقر